اشتركوا في القناة وثمانية عشر بتعيين صاحب السمو الملكي الامير خليف بن سلمان الخليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح عضاء الوزارة الجديدة وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء المرفوع الينا بتاريخ السادس والعشرين من ربيع الاول الف واربعمائة واربعين للهجرة والموافق من الرابع من ديسمبر الفين وثمانية عشر رسمنا الاتي المادة الاولى يعين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء المادة الثانية يعين كل من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائبا لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء المادة الثالثة يعين كل من سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزيرا لمجلس الوزراء معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً للكهرباء والماء معالي شيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي شيخ محمد بن خليفة بن آل خليفة وزيراً للنفط معالي شيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزيراً لشؤون مجلسي النواب والشورى سعادة السيد فائقة بن سعيد الصالح وزيراً للصحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزيراً لشؤون الإعلام سعادة اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزيراً لشؤون الشباب والرياضة المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ترجمة نانسي قنقر